تحياتي لجميع معك أبو ميلاد في فيديو جديد اليوم رحكي عن موضوع العزل أو عمق الحقل وأيضا وضع A في ميكون أو AV في الكانون وقبل البداية أنصح لجميع أن يراجعوا فيديو أوضع التصوير الرابط سوف يظهر في أسفل الفيديو وأيضا سوف يظهر على الشاشة فعمليا في هذا الفيديو أشرح عن أوضاع التصوير بشكل عام اليوم رحكي عن وضع A و AV والعزل وعمق الحقل وأيضا في فيديو سابق تكلمت عن عدسة 50 ميلي F1.4 أو F1.8 وأيضا تحدث لماذا يجب أن تكون هذه العدسة من ضمن عدسات أي مصور محترف في البداية يجد عندي هون عدسة 50 ميلي F1.8 حابب أفرجيكم فتحة العدسة كيف تظهر فعمليا انظروا لما تصف العدسة ولاحظوا حجم فتحة العدسة كيف أن العدسة تكبر وتصغر وتصغر وهنا نقطة مهمة أن كلما صغر حجم فتحة العدسة يعني مثلا في هذه الحالة هو أصغر حجم رقم ال F سيكون كبير يعني في هذه الحالة رقم ال F هو F22 وكلما قمت بتكبير حجم فتحة العدسة صغر رقم ال F في هذه الحالة F هو F1.8 وهو أكبر حجم فتحة العدسة ممكنة في هذه العدسة وهي 50 ميلي F1.8 من شركة سوني فمثلا الآن أنا موجود في فتحة عدسة F5.6 المهم هنا أن تلاحظ العلاقة بين رقم ال F أن كلما كبرت حجم فتحة العدسة صغر الرقم ال F وأيضا كمية الإضاءة التي سوف تدخل في هذه الإمكانية هي أكبر من كمية الإضاءة التي سوف تدخل في إمكانية مثل F22 أو مثل هذه الإمكانية أو هذه الإمكانية أو هذه الإمكانية أو هذه الإمكانية فعمليا كلما صغر رقم ال F كبرت حجم فتحة العدسة وأيضا زادت كمية الإضاءة وهذا يسمح للكاميرا بأن تصور بشكل أسرع الآن سوف يظهر على الشاشة رسم بياني يوضح العلاقة بين حجم فتحة العدسة ورقم ال F رح يظهر الآن تماعنا في الرسم البياني الذي يظهر الآن على الشاشة أعمليا الآن سوف أنتقل إلى الجزء الثاني سوف أقوم بتصوير الفيديو بشكل مباشر ومن ثم تغير حجم فتحة العدسة وأيضا لاحظوا الفرق في كمية العزل وعمق الحقل ورقم ال F وأيضا حجم فتحة العدسة دعنا ننتقل إلى القسم الثاني قبل الانتقال بعيد وبكرر أن تراجعوا الفيديو الأول عن أوضاع التصوير لأنه في هذا الوضع أنا رح أكون في وضع A في النيكون و A V في الكانون فبنصح الجميع أن يشاهدوا المقطع الأول أو الفيديو الأول بتحدث عن أوضاع التصوير لأنه رح يكون كثير مهم في فهم هذا الدرس دعنا ننتقل إلى القسم الثاني الآن انتقلت إلى تصوير بواسطة عدسة 50 ملة F 1.8 أنا موجود في فتحة عدسة 1.8 يعني أوسع فتحة عدسة ممكنة في العدسة التي استعملها نتحدث عن عمق الحقل عمق الحقل هو بمثل المساحة من الصورة التي هي موجودة في التركيز إذا ملاحظين عندي هذا الوعاء وهو موجود في التركيز عمليا عمق الحقل صغير يعني مساحة التركيز في الصورة ضيقة كما يظهر لكم إذا تلاحظوا هنا يوجد عندي عدسة وأيضا هناك مسافة بين العدسة والوعاء إذا قمت بتقريب العدسة إلى هنا لاحظوا أصبحت هي ضمن عمق الحقل أو ضمن مركز أو مساحة التركيز الآن سأعيد العدسة إلى هنا فعمليا فقط الإناء الآن هو في داخل التركيز الآن سأقوم بهذه التجربة سأقوم برفع رقم الـ F من F1.28 إلى F22 ولاحظوا عمق الحقل وأيضا الأشياء التي هي في تركيز الآن أنا موجود F نقطة ستة نقطة ثلاث لاحظوا أن كل شيء أصبح في داخل التركيز والآن أنا موجود في F22 عمليا الوعاء العدسة وقنينة وأيضا قنان الماء موجودون ضمن منطقة التركيز يعني بسبب أن فتحة العدسة قلت عمق الحقل زاد أي منطقة التركيز زادت وأيضا العزل قل والآن سأقوم بتقليل رقم الـ F مرة أخرى من F22 إلى F1.8 ولاحظوا معي الآن أنا موجود في F1.8 لاحظوا أن الوعاء الآن هو ضمن إطار التركيز وأن باقي الأغراض هي خارج عمق الحقل أو خارج منطقة التركيز عمليا كلما قل رقم الـ F زاد العزل وكلما كبر رقم الـ F قل العزل وزادت منطقة التركيز أو مساحة عمق الحقل أيضا عند العزل يجب أن تراعي المسافة بين هدف الذي تريد أن تعزله والخلفية أو بقية الأمور التي تريد أن لا تكون ظاهرة ضمن هدفك الذي تريد أن تعزله فمثلا العدسة فكلما قم بتقريب العدسة لاحظوا أن العدسة الآن أصبحت أقل عزل والسبب هو أن العدسة صارت ضمن عمق الحقل أو ضمن منطقة التركيز وأيضا البعد بين هذا الهدف والعدسة أصبح أقل في الخلفية تلاحظوا أن قنينة الماء مازالت خارج منطقة العزل الآن سوف أقوم بتقريب قنينة الماء ولاحظوا أن قنينة الماء الآن هي ضمن منطقة التركيز وأيضا العزل قل الآن مرة أخرى سوف أقوم برفع رقم الـ F ولحظوا الاختلاف بين F1.8 لـ F22 ولحظوا القنينة الثانية الموجودة هنا فعمليا أن الموجود في F22 تلاحظوا أن جميع الأغراض الموجودة في الصورة أو الأهداف الموجودة في الصورة هي ضمن إطار التركيز وأيضا لاحظوا أن العزل اختفى بين مكونات الصورة فعمليا عندما تقوم بالعزل يجب أن تراعي نوع العدسة وأيضا حجم فاتحة العدسة وأيضا البعد بين الأشياء ضمن إطار تصويرك يعني إذا أنت بتصور هدف رقم واحد يجب أن تراعي البعد بين رقم واحد ورقم اثنين وكلما كان البعد بين رقم واحد ورقم اثنين أكبر كلما كان العزل أفضل هون برجع نفس النصيحة وهي أنكم تراجعوا الجزء الأول من شرحي لأوضاع التصوير في النهاية بتأمل أنكم تكونوا استفاتوا من هذه المعلومات السريعة إذا في أي شخص عنده أي استفسار بالنسبة لهذا الموضوع أو أي موضوع آخر ممكن يرسلني على صفحتي على الفيسبوك أيضا على موقع ابوملاد دوت كوم وأيضا في صفحتي على اليوتيوب وأيضا بدعوا الجميع أن يشاركوا في نشر هذه المعلومات في النهاية بتمنى للجميع يوم سعيد إلى اللقاء مع تحياتي أبو ميلاد